ترجمة نانسي قنقر من بين هذه الأزقة والأحياء شعت حضارة ناصعة ذات بريق لا يخفت إذ خرج جيل ثري بالمفكرين والعلماء والمثقفين والأدباء وغيرهم من المرموقين بل وكانت شؤون الدولة تدار من خلال هذه المدينة العاصمة الأولى للبحرين التي عرفت بروابطها الاجتماعية المتينة ونسيجها العمرانية لهذا تحظى منذ القدم ولا زالت بالدعم والاهتمام ودي أني أبشر أخواني إن شاء الله في المحرك نحن الآن بدأنا بالتفعيل الأساسي وبدأت المشروع يأخذ أولوية في برامج الدولة وبرامج الديوان بالذات وأتمنى إن شاء الله أن الجهات المختصة والجهات المعنية في الدولة من خلال توجهات سيدي جلالة الملك أن نتحرك حسب الخطوات المرسومة من قبل الديوان والجهات المعنية إن شاء الله هذا المشروع الذي تفضل في حضرة جلالة الملك في لقاء أهل المحرك وأمر بصيانة وتأهيل يعني أربعة الفرجان ذي المري والبنهندي والقمرة والعمامرة وهذه طبعا شكر وتقدير ويعني قال لي كلمة هل الأربعة فقط قلت له لا يطويل العمر مثل ما أمرته إن شاء الله الفرجان كله ومحرك كله فرجانها القديمة أهالي المحرك بمختلف أطيافهم عرفوا على مر الأزمنة بانتمائهم لهذه الأرض وولائهم التام لحكام آل خليفة الكرام اليوم يقدرون عاليا توجيهات العاهل المفدة بتعمير أحياء تمثل لهم صورة ماض عريق زاخر بمجد معهود وتاريخ مشهود هذه المدينة تستحوذ على أكبر أكبر مخزون من التراث في دول مجلس التعاون لو لاحظنا مدينة المحرك تقريبا تسعين في الممليات المحرك هي مباني قديم وضط طابع تراثي قديم وجميل وهناك في تاريخ لمملكة البحرين يرتبط بهذه المدينة العريقة جلالة الملك موقصر قالها يعني سمعناه في التلفزيون اللي بيرجعها وهناك اللي نتمنى يعني عسى استلاقى الناس وتلتم العوائل ويمرون على الناس بعضهم بعض نفس الأول الحين ما مش حق احنا بقيتنا نحن أربعة أمفار في الفريجين من السبعينيات والثمانينيات يعني في أشياء وايد لحقنا على بيوت السعاف لحقنا على اللي هو الصنادق اللي يساون فيه الملقاني وعلى الدور وعلى الجماعة مشاريع مختلفات ترجم رؤى عديدة وجدت ضلتها عبر الرعاية الملكية السامية لتشرق في صباح مليء بأصالة بصبغة عصرية وبرونق قديم متجدد في كل زاوية من هذه الأحياء حكاية وعبرة أجهال تتلوها أجهال مروا من هنا وفي كل زمان بصمة تستحق أن تخلد على مر العصور لتلفزيون البحرين صالح يوسف ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر